اشتركوا في القناة اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك أرحم الراحمين نتابع الحديث عن موضوع الزكاة وأكل أموال الناس بالباطل الفرار من الزكاة هذه صورة جديدة في التحايل على إخراج هذه الفريضة يأتي الإنسان وقبل أن يحول الحول فيتصرف إما أن يهب زوجته أو يهب أحد أولاده المبلغ على أن يعيده له بعد شهر هذا الفرار من الزكاة يا مسكين يعني هذا التصرف أنت تتزاكى فيه على رب العالمين ألم يعلم بأن الله يرى الله عز وجل وصف الزكاة بأنها حق وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم نصيحة أخوان الكرام بهذا الموضوع الذي يحس أن هناك إشكال عنده ولا يعرف كيف يخرج منه بموضوع الزكاة يجب أن يستشير مثل أي موضوع في الدنيا الأمور التي تتعلق بالجسد والمعينات الطبية فيه طبيب إذا عندك مشروع بدك تنفذ بده مهنديس أمر قانوني بده قانوني أما أنت تأخذ ذلك قرار من عندك وهي على هي ذلك تلك لو الناس أخرجوا زكاة أموالهم ما ليبقى فقير الآن الكارثة الكبيرة في العالم هي الفقر الكارثة الكبيرة في العالم هي البطالة وللأسف أكبر عدد هو موجود في العالم العربي والإسلامي السبب ما وإذا تشوفوا قائمة المشاهير في المال كلهم عرب 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 يعني هذا واحد إذا بيعمل هيك لكن بيكفي أمه وين عم يروح بزكاة أمواله؟ ما عم يدفع يا ما عم يدفع يا عم يتحايل أو الشيطان وأستاذه ويوسوس له أن يفعل هذا وهذا النظام الإلهي لما نظم موضوع المال هاي 2.5% كافية أنه يعني تحول بين الإنسان وبين أن يمد نفسه أو يمد يده للناس بهذا التحايل على الزكاة هذا تتشاطر أنت على مين يعني هل تلميذ بيتشاطر على الأستاذه ما يساعد فيه والله بيرسمه عبد يريد أن يتشاطر على رب العالمين اشتريت وقبل لا أستحقاق ما أدري إيش قالوا تعال قالوا الله يوفقك أنا أريد أن أخرج مال بالعكس زكاة المال نحس أنه وينه الإنسان اللي بدأ يأخذها حتى يخلصنا من نار وجهنم ممن الروح من فيها على العالم والناس لا تخرج من زكاة أموالها ولا ولا واحد في الألف هاي مرركم لها لحالها أغلب الناس اللي إنه يعني الشحي اللي بتحكم فيه هون بروح يعني يخرج أشياء عينية في الزكاة مثلا بنطال حقه خمسة آلاف ليرة بحسب الله بإيش بسعر المفرق هو يكون حقه ألف ليرة تمام مئة ليرة جملة جملته يعني هذا وبعدين الله بده ينصرنا ويفرج عنا طيب هل في صورة من صور التحايل في الزكاة حقيقة هو في ناس ما أدري من أين يأتون بالفتوى عليه ضرائب وعم يشتغلوا ضرائبه كبيرة مئة مليون ومئتين مليون بيطلعونه من الزكاة هذا لا يجوز ولا بحال من الأحوال في إنسان بيلاك فواتير كهرباء فواتير مين هذه المصاريف هذا كله لا يجوز شرعا ولا بحال من الأحوال الضريبة تدفعها لأنك تستفيد من خدمات تقدمها الدولة أنت عم تستفيد هذا ما بيجوز شرعا مصارف الزكاة محددة في القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل صورة أخرى من صور التحايل على دفع الزكاة أن بعض التجار شوفوا أنه في بالتعامل في عندهم ديون هذا ما عم يدفع هذا نقول له أخي احتسبه من الزكاة شلون احتسبه من الزكاة هذا دين تجاري هذا دين تجاري هذا تعامل أنت تكسب منه ما بيجوز شرط من شروط قبول الزكاة وأنها تسقط عنك أن تسلمها للفقير استلام وتسليم لذلك في ناس صار لهم عشرين سنة عم يدفعوا زكاة أموالهم وهن غرآنين بالشبهة بدك تجي تجي تشوف أنت إنسان مختص عنده فهم شرعي للأمور يعني يرتب لك أمورك في شركة بلا محاسب في شركة بلا مدير إداري يجب أن يكون هناك رجل استشاري شرعي من أجل معرفة الأمور يعني ووضع الأمور في نصابها هذا أخي أسقط له إياها ما يدفع أسقط له إياها مثل ما حكينا مبارح أخي نحن من نكرم إخواتنا برمضان طيب اختك استحق الزكاة ما زوجها كافيها عندهم بيت وعندهم سيارة وبدال السيارة سيارتين ما عليش ما بيجوز وهذه تبقى في رقبتك دفع الزكاة لغير من يستحقها لا يسقط أداء الزكاة ذلك لو تشوفوا أخوانا الكرام شوفوا الناس هلأ نحن 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 نقعدين بالشام بأزمة مع هالأزمة إذا الناس يدفعوا زكاة أموالهم الناس يتوقف على رجليها يتوقف على رجليها يعني سبحان الله أخوانا التجارب يعرفوا في تجارب بيحكوا بأرقام الآلة الحاسبة ما بتقدر تسطرها الآن وخاصة مع التضخم مليارات 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 هذا قديش ندفع هذا وينه وكلما كبل الرقم بصير الإنسان عنده شح فأنت تتحايل تسجل بيت وبعدين تسجله باسمه وكل عشر تشهر تنقله وضع حق الله عز وجل اللي هو حق الفقراء هذا الله سوف يحاسبك عنه الآن يجب أن نخرج زكاة أموالنا في رمضان لأنه رمضان الأجر فيه مضاعف إن شاء الله ربي عز وجل شوفوا أخوانا الكرام آخر شيء هذا بدك تحاسب عنه بدك تحاسب عنه وارستك ما حيكونوا أفهم منك وما حيكونوا أحرص منك كل واحد يؤدي الزكاة المفروضة بني الإسلام على خمس هذا أحد ركائز الدين الإسلامي أنه الإنسان يؤدي الزكاة الزكاة طهرة للإنسان من حب الدنيا ومن أجل أن هي البركة هي النماء والبركة بارك الله لنا بكم وأسأل الله عز وجل أن نجمعنا على خير ربنا تقبل منا بسر الفاتح